السلام عليكم معكم علي انا مسأل بكم بالدرس جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن do you are you الكثير يسأل يا استاذ هل نبدأ بالسؤال ب do you او are you طبعا على حسب الموقف اللي يكون فيه نشرحهم بالتفصيل بعد هذا الفيديو راح تستخدهم بشكل سهل بدون اي تفكير واي تردد تابع معاي نهاية الفيديو كما نعلم لدينا افعال كون am is are عدنا i am he she it نستخدم معهم is we you they نستخدم معهم are حديثنا مع are you نفسها بالنسبة ال am i is he فقط لكي نعرف لماذا are you الجملة باللغة الانجليزية بيكون فاعل وفعل وتكملة الجملة هاي اي جملة انجليزية بهالطريقة هذي لحظة هذا الجملة you are happy you are a driver اذا انت سعيد يعني انت تكون سعيد you are a driver انت تكون ساق كما نعلم am is are بمعنى يكون يعني are هنا يكون يكون لاحظ الجملة الاولى you are happy وجاء بعد are happy happy سعيد اذا صفة الجملة الثانية you are a driver انت ساق اذا اسم اذا اول شي بعد are يأتي صفة او اسم الجملة البعدها you are reading a book يعني انت تقرأ كتاب لاحظ بعد are اجاء ing you are reading a book اذا read فعل بهذا الحالة بيكون are من اصل الفعل اذا عدنا are يأتي بعدها صفة او اسم او يكون عدنا فعل بزمن المضارع المستمر المضارع المستمر اللي حب يرجع لدرس المضارع مستمر بشكل مفصل تحدثنا عنه احنا فقط لكي نعرف من ايه جاءت are you عند تشكيل السؤال بشكل سهل فقط اضع are في بداية الجملة اذا عندما يكون شخص امامي اريد اصفه بشيء اقول you are استخدم صفة you are sad you are strong you are weak وهكذا you are a driver you are a teacher you are a pilot اذا اسم اذا كان فعل you are reading a book you are listening to music you are eating your food you are اذا فعل نشاط يحدد في هذه اللحظة تستخدم ايضا are اثناء السؤال فقط نضع are في بداية الجملة تصبح are you happy are you a driver are you reading a book اذا فقط نضع are في بداية الجملة هاي بالنسبة are you اذا استخدمت are اذا استخدمت are ضع في حسبان تصف شخص المقابلك او تتكلم عن مهنت مثلا او اسم يأتي بعد are you اسم وايضا يكون فعل تسأل عن فعل يحدث في هذه اللحظة اثناء الاجابة are you happy الاجابة yes i am no i am not are you a driver نفس الكلام yes i am no i am not are you reading a book yes i am اذا كل نفس الشيء yes i am الى i بالتالي are استخدمنا am بدلا عنها لانه بعد i يأتي am يعني بالمختصر are you علامة استفهم يام يكون adjective صفة يام يكون noun اسم اذا صفة اسم او يكون فعل بالمضارع المستمر يعني يكون اضع الفعل وضيف له ing اذا فعل zing مثل عندنا reading writing swimming اذا are you swimming are you reading وهكذا اذا دائما وابدا المضارع المستمر يكون صفة بعده او يكون عندنا اسم او يكون فعل بالمضارع المستمر بالمضارع البسيط المضارع البسيط ينتكلم عن حقائق علمية او عن عادات اذا نستخدم معها المضارع البسيط كما نعلم i he she it we you they بالمضارع البسيط لازم فعل مساعد عندنا i do you they ايضا نستخدم معها do he she it does لكي نعرف من اين اتت do اذا do هي فعل مساعد يساعدنا على تشكيل السؤال اذا هذه do اذا فعل مساعد يساعدنا على تشكيل السؤال في زمن المضارع البسيط حديثنا عن do you كل هات do we do they does he does she نفس الكلام you لكي نميز بين do you are you اذا لكي نعرف do من اين اتت من زمن المضارع البسيط فعل مساعد auxiliary verb او helping verb فعل مساعد يساعدنا على تشكيل السؤال كما قلنا الجملة الانجليزية subject verb complement فعل وفعل وتكملة الجملة مثلا you like english انت تحب الانجليزية لا نستطيع نقول اثناء تشكيل السؤال like you english بهالشكل هذا like you english يعني هل تحب الانجليزية هذا خطأ بالنسبة are فقط نضع بداية الجملة مثلا you are happy كما قلنا فقط نضع بداية الجملة are you happy لكن مع المضارع البسيط لا نحتاج فعل مساعد نحتاج الى do اذا نكتب في بداية الجملة do باقة جملة كما هي do you like english هل هل تحب اللغة الانجليزية انتهي هنا do you اذا هذي نتكلم عنها do you اذا هل تحب نترجم do ب هل ايضا are you هل يعني هل انت تكون كذا هل انت تكون سعيد هل انت ايضا do نترجمها هل وبعدها يأتي فعل اذا صار عندنا do هي فعل مساعد لماذا فعل مساعد يا استاذ لانه يساعد على تشكيل السؤال do you like english انت تحب الانجليزية اثناء السؤال فقط do you like english اريد ان اقول what do you like يعني ماذا تحب لاحظ نفسه do you what do you like ماذا تحب اثناء الاجابة احذف what احذف do ابدأ من عند you you like وكملة جملة english you like english او نقول i like english ماذا الشكل لدينا هذا الجملة you swim in the sea انت تسبح في البحر رينا نتشكل سؤال لا نقول swim you in the sea هذا خطأ نحتاج الى do فعل مساعد تصبح do you swim in the sea يعني هل تسبح نترجمها هل تسبح في البحر لا نقول are you swim متى نقول are you اذا كان عندنا you are swimming in the sea you are swimming in the sea يعني انت تسبح في البحر اوكي لدينا عندنا are مباشرة اضع are في بداية الجملة are you swimming in the sea يعني هل انت تسبح في البحر الان في هذه اللحظة اذا هذا نسميه مضارع مستمر you you swim in the sea فقط وضعت do ما سوت اي شي بالجملة هذه حدث يحدث في هذه اللحظة you are swimming in the sea انت تسبح الان في البحر اذا فقط نضع are في بداية الجملة تصبح are you swimming in the sea بدون ما نغير اي شي فقط وضعت are you اذا صار عندنا are you وعدنا do you اذا بالمختصر متى استخدم are you do you are you اذا جاء بعدها صفة اسم او مضارع مستمر you are strong انت قوي اثناء السؤال are you strong هل انت قوي you are italian انت ايطالي are you italian you are a pilot اذا انت طيار are you a pilot you are cleaning the car are you cleaning the car فقط اذا بالمختصر اذا شفت are اضع are في بداية الجملة يأتي بعدها صفة اسم مضارع مستمر you clean the car لا وجد عندنا are اذا نستخدم do do you clean the car يعني هل تنظف السيارة هذا عادة او شيء متكرر بين عدنا الجملة الاخيرة اللحظين you are cleaning هذا الجملة you clean the car you are cleaning مضارع مستمر مضارع بسيط هنا فقط وضعنا are you بهذا المكان فقط وضعنا do you وانترجم are you هل و do you هل تكلمنا اذا في هذا الفيديو عن are you do you كيف استخدمها بشكل مفصل اتمنى قدنا شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته